أنا عريزة أرجع معك للجونة تاني الجونة لما تبص على سكوات بتاع الجونة يبدو كده انه فيه اسمائي في الجونة يعني تبص على لعيبة الجونة فيه كم اسم كده لهم خبرات ولاهم اسمائี่ ومفتوgresه والانсти ناحية لعيبة كبيرة فتبص على تشكيله بتاع الجونة وتلاقي وضع الجونة دلوقتي في الدول فتقول ههو ازاي الجونة في الوضع ده دي حقيقة لعيبة كبيرة잖아요 ولعبة محترمة لكن دايما فيه فرق بين حاجتيين مهمين في الكور في فرق بين الاسم والحالة دائماً طول الوقت احنا بنقايم على الحالة ونقايمش على اسم إلا الكابتن الخطيم ما كانش بطل كورة ولا كابتن طهر ربوزيت بطل كورة عشان اسم اسم كبير جد فيش اسماء زيهم متعارف موصل يعني كابتن حسن شحاتة كابتن فروج عفر كابتن الكبار دول لكن دائماً وابداً انت نقايم الحالة كل يوم احنا بنتقايم كمدربين أو كالعيبة كنت لسه لو بكلمك عليه في أحمد عاطف بكلمك عليه في تيم كتيم الجونة كمدربين كمان فالفكرة ان انت من اليوم دا انا اسمي كويس مش كفاية مش كفاية لازم كل يوم تتعب ولازم كل يوم تشتغل ولازم كل يوم تطور من نفسك ولازم كل يوم تبقى فاهم انك انت بتقايم بصورة كويسة فبعندك بعض الكسور في الحالة وده واضح جداً حتى بعد ما مشينا برضو واضح ان برضو النتاج مش احسن حاجة وكابتن طلعت مدرب مدير فني كبير جداً واستاذنا احنا بنتعلم منه من امتى كابتن طلعت بغربة البعض من امتى كابتن طلعت بغربة ثلاثة من امتى كابتن طلعت بفكره كان بفكر كابتن طلعت كبير هو حريص جداً ما يخش فيه الهدف قبل ما يساكل فانت لو سألته هتلاقي عنده بعض القصور في بعض الامور التانية فدايما الحالة ما كانتش احسن حاجة ولكن هما لعب اكبر اه لعب اكبر طبع ولعب امحترمة ولعب امحترمة جداً لكن هما الحالة بتاعتهم مش في افضل حال هيدي المعطة التقييم ما كانش احسن حاجين كنا زمان يقول لك الكابتن محمود الجهري واسما كبيرة من المدربين يعني لما يأوز يدربوا لعبين يدهم مثلاً في جبل يدهم في معسكر مغلق في حتة متطرفة عشان الالتزام والتركيز انت تحديداً وكل المدربين اللي بدربوا الجونة انت بتدرب من اكتر مناطق السياحية في مصر يعني الترفيهية اللذيذة الجميلة كنت بتكون تقول ده ازاي انا بحط نفسي مكان المدرب واللعبين هي الجونة هنزل اخرج واتفسح لا انا بقول بقى جونة يعني من احسن امكانات موجودة مصر طبعاً وانا حتى وانا بقى مشي اليوم اللي بقى مشي فيه مطشو بعد مطشو الناد الاهلي لما تعدلنا فيه في الانترفيو قلت يا جماعة انا شغل في احسن نادة مصر ودي حقيقة ودي حقيقة مش مجامل الناس يعني كالعقليات بقى طبعاً نوع ادارة وشور الروفشن وكمان حسام الزناتي بصراحة عمل دور رائع جداً طبعاً شخصية عائلة الفكرة ان انت وبعدين شاطر وبيفهم هاي الفكرة ان انت ان انت عندك كل حاجة هي نقص حاجة واحدة نقول ان نقص حاجة واحدة بس انا هتكلم في الجزيل المطشوات الودية بس ان انت بس ما فيش جنبك فرق كتير تقدر تعمل المطشوات وديها بليفل عالي غير القاهرة بس غير اسكندرية بس صحية واخب بالك لكن هاي دي عيب عشان تجهيز بس بعض اللعيب اه لكن بتسيطر هاي عايزة بقى اصد مهما بصك ابتن كريم الفكرة لو مش طالعة من جواك هيبع عندنا مشاكل كبيرة جدا عقلية اللعب نفسه بقى هي دي النقطة يعني انت النهاردة المدرب بتقسه بالتطوير بتطور فرقة بيتطور فرقة وبتخلي الفرقة شكلها كويس وي 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 لكن الرغبة الرغبة في التطوير او الرغبة ان انا عايزة بقى كويس دي طالعة من جوا اللعب مش مدر ما قدرش هوصلها لك ما قدرش هوصلها لك انا عارف ان اقولت لك الكلام ده ليه عشان في كتير من مباريات الجونة الفترة الاخيرة حتى دلوقتي معك بتطعطوا معك بحيس انه في خلل بدني ما في الفرقة خلل بدني ده انا قدرش مع زبايلة قبل كده هم عايشين في الجونة يعني بيخرجو بيسهرو بينزلو بحرو والأمور تبقى صعب واكيد ده كان بيحصل يمكنك التقور كيف بيحصل بس هادا كنت بتحاول اذا اسزاي انا بتحاول تتتتتتت نهارده كابتان كَّريم انت بتعتبر نفسك ان انت في القاهرة أنا لو فقاير أعمل كنترول عليه بس إزاي أنا لو في اسكندرية أعمل كنترول عليه بس إزاي مش هتقدر أصلا مش هتقدر أجماعة تجامع الساعة كذا النوم الساعة كذا طب أنا لعد متجوز ومع المرات ومسلا وقاعد في الغرداء مثلا مش هتجوه الجونة هعمل معي صحيح هي دي النقطة لكن من جوك بقى هي الفكرة إن أنا أبقى فاهم إن أنا مشروع إن أنا كابتن جوار الله أرحمه زمان كان يقول لك لقيب الكرة ده مشروع يعني إيه مشروع؟ أنت النهاردة بيبع عندك 17-18 سنة وبتمسك أكثر ممكن تمسك رقم كبير وخبالك أنت النهاردة لو مهندس أو دكتور النهاردة بيخلص دراسة وبيعنده 22 سنة وبعدين بيبدأ يدور على شغل عشان يبدأ بيمسك مليون جنيه أو يمسك الكلام ده كله بعد 10 سنين أو 15 سنة صح فأنت النهاردة مشروع وخبالك فهي الفكرة أنا لازم بفاهم إن أنا النهاردة العقلية لازم تتغير مظبوط صحيح فكرة إن إنت لو إنت مقدرش تتغل على نفسك أو إنت مش عايز من جواك يبع عندك مشكلة كبيرة جدا مهي في مهي